هتلاقي العبقرة لابسين زي بعض معروفة دي خلونا نرحب بضفنا العزيز دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي منوارنا دكتور اهلا بحضرتك ازاي الصحة كنت بقول انه ما عليش عشان زمالي بيتلقشوف موضوع ما بيهمنيش أنا كنا بنتكلم النهاردة على مسألة إصدار الشهادات في بنك مصر والأهلي بأجل 3 سنوات 14% بنك ناصر أصدر شهادة تانية 15% برضو أجل 3 سنوات لكن مقسمة انه لو هتدفع العائد شهريا أو ربع سنوي أو سنوي فإذا كان سنوي ده اللي هيبقى 15% إن كان بشكل شهري فدي هتبقى 14% أيضا أحد البنوك الخاصة أصدر كان من الأسبوع اللي فات لو أنا متذكر شهادة بس أجل 4 سنوات 14% يجي السؤال وليه ما استمرتش شهادة 18% طبعا ده سؤال الشارع طول الوقت وليه ما سبتولناش 18% ورحت عامل لنا الـ 14% بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يعني أنا شايف من وقت ما اتعاملت الشهادة المربوطة لمدة سنة 18% الموضوع ده واخد حيث كبير من تفكير المصريين وده موضوع فن بحت يعني ده موضوع فن بحت مش محتاج يعني حالة الشد والجذب والجدل ودائما الناس بتكلمنا عليها في النقطة دي هو الموضوع باختصار إن احنا عندنا تضخم زي أي دولة في العالم عندها تضخم فعلاج التضخم للحكومات بتلجأ للسياستين لإما السياسة مالية لإما السياسة النقضية السياسة النقضية إن هي بترفع سعر الفايدة علشان تحاول بقدر المستطاع تسحب السيولة اللي موجودة في السوق علشان تعمل كبح جماح التضخم لكن التعامل مع التضخم ليس فقط بيكون عن طريق السياسة النقضية ولكن الناس كلها بتتكلم بالسياسة النقضية وسعر الفايدة ولكن أيضا بيكون فيه حاجات تاني برضو سياسة مالية مهمة بقى اللي هي بنقول عليها الإجراءات اللي بتقوم بيها الحكومة وعمل مشاريع انتاجية وكل الإجراءات اللي بتقوم بيها الدولة التانية دي بنطلق عليها سياسة مالية الفرق من الحكتين إن السياسة النقضية المفروض بيكون تأثيرها سريح شوية يعني انت كل ما يكون عندك تضخم كبير بتحول بقدر المستطاع انك انت تستخدم استخدامك ده لان تأثيرها بيكون أسرع وطبعا برضو الاستثناء انك ترفع سعر الفايدة يعني مش الاستثناء ان يكون مرتفع الغير طبيعا ان يكون سعر الفايدة مرتفع بالشكل ده لان احنا دايما حتى بنقول ان سعر الفايدة لما بيرتفع بيبلي بيأثر على ترات حاجات بيأثر على الاستثمار طبعا لان اي واحد بيعمل نشاط وبيعمل مشروع عايز يتوسع عايز يزود نشاطه فممكن ياخد قرد او ياخد اي تسهيلات مالية يوضع نشاطه وبتده يرفع التكلفة فطبعا بيرفع التكلفة وممكن يتوقف ما يتوسعش فبالتالي ده بتضر الاستثمار عشان كده بيقول ده بتوبة رفع سعر الفايدة بتوبة حالة مؤقتة في ظروف معينة استثنائية مش دايما ايضا بتأثر على الدين المحلي لان طبعا الدين المحلي ناكد ارتفاع سعر الفايدة فمفروض خدمة التين تزيد عشان كده برضو نقول دي حالة استثنائية وان هترجح تاني وتنخفض تالت حاجة برضو بتأثر على اسوء المال وتأثر على البورصة وانحن يعني زي ما نقول ان البورصة بتاعتنا مش نقصة فبالتالي طبعا لما بيكون اسعار الفايدة مخفضة بتشجع الناس والمستثمرين والشركات انها تقترض وتزود نشاطها الاقتصادي طبعا فيه اجراءات اخرى برضو بتقوم بيها الحكومات وبتقوم بيها الدول علشان تجبح طبعا التضخم التضخم الكبير التضخم الجامح اللي احنا شايفينه ده انها تشوف العجز فيه انت تشوف ايه السلع اللي فيها ارتفاع في الاسعار خاصة ان يعني احنا بالاساس ارتفاع اسعار المواد الغذائية والمواد الاساسية والطاقة هو اساس هو مشكلة التضخم العالمية اللي بتواجه العالم والآن يعني الغرب والولايات المتحدة خلاصة كلامهم وخلاصة رسالهم السياسية اللي هم مش قادرين على التضخم وهيصيبوا يمر طيب الناس لما بتاخد فلوسها وتحطها في الشهادات بيبقى عادة هي رافدين ما لهمش تقريبا ثالث الرافد الاول ان هو كان عنده بالفعل فلوس محطوطة وديعة او شهادة يعني فلوس كانت موجودة في القطاع المصرفي ولكن بفايدة ولينة فيشوف مثلا شهادة بزي 18% اجل سنة فيقرر انه يعمل الحسبة بتاعته لقاها كسبانة فيكسر الشهادة الاولانية ويحولها للشهادة بالعائد 18 طيب وفي رافد اخر الاواه هو ان الفلوس دي كانت في الدولاب تحت البلاطة فبدل ما هي محطوطة تحت البلاطة فتتعرض لمسألة نسبة التضخم فعلشان حجم مضخاراته ما يقلش فرح واخدها وحطتها جوه شهادة 18% عمليا شهادة 18% جمعت ما يقترب من 755 مليار جنيه مصري والان بتيجي البنوك تقول يا جماعة استنفذت غرضها سؤال بقى يعني ايه استنفذت غرضها يعني تقريبا نسبة يعني كنا دايما بنشوف في الاول البنوك زحمة يعني بالشكل مبسط والناس بتحط فلوس كتير او مثلا ممكن يكون في جزء طبعا مقدرش ينكر في جزء بيفك الشهادات القديمة وبيحطوا في الشهادة الجديدة لكن لازم نحط في الاعتبار هي لمدة سنة واحدة بس يعني لازم انتفكر بعد السنة ده إيه اللي هيحسب هتعمل ايه هتعمل ايه وطبعا يعني كان طبعا سعر 18% ده مرتفع ولكن نزي بقيت هو الفترة معينة استنفذت غرضها يعني تقريبا خلاص مفيش حد تاني بيحط إداعات رحت وقفت وده كان حاجة طبعا متوقعة ثم عملوا شهادة لفترة أطول برضو علشان اللي عايزي تطمن يعني برضو فيه موطنين كتير يمكن أغلبهم أرباب المعاشات وكده عايزين دخل سابت وآمن عايزي بعارف العقد السابت بتاعه لمدة ما ودول حقهم طبعا فئة مهمة جدا من الشعب المصري وحقهم وبالتالي هو هيبتدي يفضل الشهادة الجديدة اللي بتوبع على ثلاث سنوات لأنه بيحتبر أنه خد فترة أطول طبعا بردو بيهمي الناس كتير بردو أنها تحافظ على مدخرتها يعني لك أنا عندي فلوس عايزة حافظ عليها عايزة حافظ على قيمتها فالتالي لما يكون فيه تضخم أو فيه عدم استقرار في سعر خسار فهنا طبعا بتتأثر قيمة العملة أو نقول يعني يمكن أن العملة دي بيقول عليها مصدر لحفظ الصروة والاجتناز يعني أنت تتدخل بيها فإنت لما يعني أنا لو مدخر مثلا مئة ألف جنيه اللي مع التضخم قيمتهم بتقل فبتالي سأشوف أي حاجة تحوضني عن تقليل نسبة التضخم فببتدي أشوف أي استثمار أحط فيه ولكن إحنا في مصر المصرين يميلوا بشدة إلى استثمارات معينة يعني إلى الاستثمار الآمن أوعية الدخارية مصرفية دي أمينة أوعية آمنة بنسبة 100% لأن إحنا يعني باختصار أو يعني هي شهادة يعني أنا عايز أقول أن جهاز المصرف في المصر من أقوى الأجهزة المصرفية في العالم وإن شال الاقتصاد في مصر فترات طويلة يعني يعني الجهاز المصرفي المصري يحط فيه أي مواطن يحط فيه فلوسه وهو متطمد من نسبة 100% ما فيش أي حاجة ممكن تحدث لفلوسك البنك المركز المصري حاكم العملية دي وحاكم البنوك التجارية بشكله عنده ضوابط أي بنك بيجي جديد بيشتغل في مصر ويعنده ضوابط علشان دائما وأبدا هنلاقي أن فلوس وأموال المدعين في أمان تام جدا جدا داخل الجهاز المصرفي المصري وبرضو في أنها عايز أقول الموضوع السعر الفادي ده حاجة فنية بحتة يعني بالمناسبة هو لو الناس بس ركزت هتلاقي أنه فيه الشهادة اللي هي أجل سنة اللي تخلصت دي أو اللي تخلص ما بقاش فيها شرع عشان ما نسبة تفهمش أنها خلصت يعني خلاص كده ما بقاش فيها شرع 18% دي هي بالضبط نسبة الزيادة في سعر الدولار أو لو صح التعبير نفس نسبة الخفض في سعر الجنيه هم 18% تقريبا تقريبا دي بتعوض دي زي ما حضرتك أشبت فعلا هي دي بتعوض دي تقريبا علشان تقلل ظاهرة الضلورة تقلل ظاهرة يعني أو تقلل ظاهرة برضو بدل ما لاس تجري وتروح تشتري دولارات عشان تحفظ على مضحاراتها أيوة دي مشكلة بي رجل فأقول له تبص هو الفرق 18% أنا هعوضك عنه أو تشتري مثلا سلع تكون مش محتاجها مثلا أو تشتري أقارات يعني وتزود الطلب على سلع مش ضرورية نتيجة أن معها سيولة ومعها أموال عشان كده نبنل على التضخم أموال كتير أو نقود كتير بتشتري سلع ومنتجات قليلة فإحنا بنحاول نقلل المعروض النقضي علشان نعمل عملية كبح جماح أو نقلل التضخم بقدر المستطاع بس بشكل سريع لكن طبعا دي ما يمنحش لازم تكون فيه سياسات تانية واستراتيجات تانية علشان نشوف الخلل فين حدث نشتغل عليه بقى ولكن دائما السياسات الأخرى تأخذ وقت ولكن السريع اللي بيبقى في الأجل السريع هو سعر الفايدة دخل لصة السياسة المالية والمقضية باختصار اللي يعني دائما الناس بتتكلم فيه وطبعا برده أنا عايز أقول يعني أن ظاهرة أن المواطن برده ما يحاولش يفتح أي مشاريع خاصة أو استثمار خاص أو يعمل أي نشاط اقتصادي دي برده هي ظاهرة مش جيدة الصراحة يعني دائما يعني فيه سؤال دائما بتراود الأزهان يعني المصريين بيضعوا أمالهم فين أو بيستثمروا فين مدخراتهم بيضخها فين أو بيحطوا فيها طبعا المدخرات دائما منول عليها تجميع الفوائد المالية لدرفات مرحلة ما قبل الاستثمار ما يكون عندك مدخرات تبتدي تفكر في الاستثمار وبالتالي احنا هنا بلاقي أن المصريين بيلجأوا أكتر إلى البنوك أو يلجأوا إلى العقارات فكرة أن يكون فيه وعاء يجمع الاستثمارات دي من المصريين ويدخها فيه أنشطة انتجية وأنشطة منتجة وأنشطة في الزراعة وصناعة الكلام دا احنا عندنا يعني قليل شوية ما عندناش حاجة بتقوم بالدور دا بالمعنى المفهوم طيب أنا أسأزن هروح لفاصل وهرجع بعض الفاصل حتى نغلق باب الشهادة موتى منتشر في المية دا إنه هو في حاجة اسمها شهادة تفضل طول الوقت مطروحة دون أن تتوقف يعني هي حصلت في التاريخ قبل كده لا سمح الله وإحنا ما كلمت ما كلمتاش بيها علم هستأزن نروح لفاصل ونرجع مرة تانية لدكتور كريم العمدة أسابة الاقتصاد الدولي استنوا أسابة الاقتصاد الدولي ومصرفيين لا يشقوا لهم غبار فأنا نجد الترحيب مرة تانية لدكتور كريم العمدة أسابة الاقتصاد الدولي هل سبق قبل كده إنه في شهادة فضلت مفتوحة للشراء إلى يوم الدين؟ لا طبعا ما فيش حاجة زي كده بطبع مفتوحة لفترة معينة ليها غرض معين ليها هدف معين بتحققه مجرد ما تحقق منه خلاص الموضوع بينتهي ويبتدي ممكن تكون في شهادة تانية لظروف تانية في وضع تاني كل وقته لظروف يعني الشهادة دي عمرها ما كانت هتحدث وم 18% إلا لو الأزمة الروسية أو أزمة التضخم العالمية هي اللي أثرت لكن غير كده ما فيش شهادة بتستمر الفترة دي وهي دايما كمان بتكون الفترة محددة يعني طيب هو مش ده معناه إنه لما أنا أجي أقول والله هذه الشهادة استنفذت غرضها بالنسبة لي كدولة أو كقطاع مصرفي وإنه خلاص كده إحنا مش هنصدر منها تاني واللي اشترى اشترى حلال عليه وإنه هياخد العائدات بتاعته طبقا اللي ما هو متفق عليه لمدة 12 شهر من تاريخ أو تاني يوم تاريخ الشيرة مش ده معناه إنه دي دولة زائد من داخلها قطاع مصرفي عارف أو يكاد يكون عنده شيء من اليقين إنه معدلات التضخم دي هتبدأ تقل خلال 12 شهر اللي جايين وبالتالي لا داعي لوجود شهادة بهذه الفائدة الضخمة لأنه بعد كده هننزل الفوائد أو سعر الكوريدور زي ما بيتقال وبالتالي الشهادات اللي ممكن تبقى بتصدر بعد كده هتنزل بالتأكيد بفئات أقل لأنه معناه إن الوضع الاقتصادي أصبح عفي تحسن وإلا كنت هفضل سيبها مفتوح هيبقى أنا نشاكك في أدائي الاقتصادي لو أنا أفلتها هيبقى أنا مش شاكك في أدائي الاقتصادي ولا أنا فيها مغلطة لا طبعا يعني ما فيش حاجة اسمها شهادة بالعائد ده تكون مفتوحة وبالتالي طبعا أكيد من وقت ما تم ترح هذه الشهادة هيبتدي معدل التضخم يزبط يتراجع ينخفض نوصل إلى المعدل التضخم المستهدف إنه بيبقى فيه معدل التضخم مستهدف ينحدد من ربما مستهدفينه يرجع السوق تاني أو نرجع نخرج من المرحلة اللي احنا فيها دي لمرحلة الرواج والنمو وإن احنا نقلل السعر الفايدة علشان احنا بنقول إن رفع سعر الفايدة ده بنسميه سياسة إنكماشية سياسة إنكماشية اللي بتحدث وقت لما يكون فيه أزمة ما بنستخدمها فلما العرض بيزول بنبتدي بنرجع أو بتبتدي السياسة النجدية بتتعامل وتخفض سعر الفايدة زي ما حصل ما نحن كان في 2017 نفس المشكلة لما التضخم زاد بترفع سعر الفايدة وبعدين يبتدي يقل بيقلي تدريجي ده ده ما فاكر كان فيه شهادة 25 وبعدين شهادة بعشرية وبعدين أظن كان فيه شهادة 19 وبعدين شهادة 16 وبعدين وصلنا إلى إنه الشهادات بقت سلسية وخماسية بس وشهادات السنة دي خلصت ولما انخفض التضخم انخفض سعر الفايدة حتى مدة 10 اجتماعات متتالية صحيح ده وره بعضه وره بعض وره بعض كان سعر الفايدة وصل من قيمة سنة كان 7% يعني دي بتوبة زي ما يقول عليها الغرض معين الهدف معين فقط لغير موضوع ما يتحملش أولنا مش سايف مبرر الناس عمال بتسأل في التفاصيل الفنية اللي ليها ده زي علاج مثلا بتاخده التتعبان الفترة معينة وخلص وموضوع بينتهي عارف أنا ساعات يعني أنا دايما ما عنديش مشكلة ان المواطن يسأل أنا ساعات بس ببقى فيه جاي في دماغي فكرة من امتى وبعدين ماهو أبهاتنا وأمهاتنا يا ما اشتروا شهادات أملا يعني كبرونا وعلمونا منين احنا مش ولاد مليونيرات يعني ده على سبيل مثال من امتى في حالة من حالات القلق والخيفة والتربص والتوجس المستمر يعني على ما يبدو ان هناك إعلاما موازيا يشيع الفساد في الأرض أو الفساد في العقول هو يريد يكون إعلام موازي يعني نقدر نقول عليه إعلام افتراضي إعلام من الخيال إعلام بيروج الإشعاعات عشان كده أنا دائما بقول أن يعني الإشعاع دي يمكن نقول عليها أول جند من جنود العدو والإشعاع دي ما يصدقهاش غير البلهاء والسزن الإشعاعات الماقتصادية بالذات يمكن لها تأثير طبعا لها أثار اجتماعية لأن الناس ببتدي تتولها بيبال لها طبعا تأثير خطأ واللي بيطلق الإشعاعات اللي من النوع ده برضو يعني بيسعى أنه هو يلمس نقطة معينة ويسعى أيضا أنه هو يدمر فكرة معينة لدى المواطنين فالإشعاعات الاقتصادية من أيام كنت بتحفر قناة السويس دي المراكب فيها بتتقلب دي الناس فيها بتغرق وشهد القناة السويس دي مش هرجعو لكم فلوسكم وشهد القناة السويس الفلوس دي مش هترجع كل مشاريع الشركات الكبرى تنسحب من العاصمة الإدارية ده مش عارف دولة ايه عمل ايه كلام من النوع ده مش هينتهي و هيستمر ونخلص من إشاعة نجاوب علينا تخش في الإشاعة الوراها وتخلص من إشاعة تخش في سيل من الإشاعة أنا فكر مرة مجلس الوزراء أتكلم قال أنه هو اكتشف أو حصر أنه كان فيه 21 ألف إشاعة في طال الشهور 21 ألف إشاعة يعني فالإشاعات اللي من النوع ده موجودة طبعا التشكيك في مصر والتشكيك في الاقتصاد المصري يعني الكلام ده كله هتلاقيه طبعا موجود ويتدوله طبعا المواطن عشان كده هنا دور الإعلام أنه هو يوطح ويفصر ويفهم المواطن طبعا ويرفع درجة الوعي دور الإعلام أنه يرفع درجة الوعي نقطة مهمة جدا طبعا عن طريق المتخصصين برضو يعني برضو متخصصين كل واحد مختص في مجاله برضو يعني أنا ضد أن يعني غير المتخصصين يتكلموا في أمور فنية وحساسة زي كده لأن الكلام في الاقتصاد برضو حساس شوية طبعا وأن الكلام فيه يكون بحدود وحساب علشان ما يجيش مواطن يمسك في كلمة ويبتدي يرتب عليها أفكار في دماغه أيضا الأوقات اللي زي كده أنه يحتاج أن نوع نوع الترابط يعني وليس فقط ضر الحكومات ولكن المواطنين يعني إحنا إذا كنا دايما بنقول أن المواطن يرشد الاستهلاك والحكومة أيضا ومطالبة أنها ترشد الاستهلاك وتقلل أفاق الحكومة طبعا والبزخ والمواكب المسؤولين دا كله دا أيضا يتقلل أن الحكومة دي كده تشعبها لو المواطن شاف الحكومة فعلا بتقلل والمسؤولين بيقللوا أفاق هم وفيش بزخ هيتقبل الموضوع وهيصدق فعلا مش فلونا حكاية المواكب دي خلصت من بان يعني الناس دي من النقط برضو اللي بيتكلموا فيها دي من النقط اللي من الناس بتتكلموا فيها فهي بطبع موضوع متكامل ليس فقط حكومات ولكن أفراد ومواطنين ورفع درجة الواعي لديهم طيب وكل المشاريع القومية برضو كنت عايز أقولك كل المشاريع القومية بتطل عليها إشعاعات مش من دلوقتي باسم دا طول الوقت لا ومش دلوقتي أيام السد العالي آه طلع عليه إشعاعات السد العالي يعني الفئات المتربصة وأظن أن هم هما نفس هم أحفادهم دلوقتي جددهم أنا زاك أن السد العالي هيغرق مصر وأن السد العالي هيعطش مصر إشعاع دي إشعاع دي في نفس الوقت سبحان الله يعني العكس كان هو الصحيح السد العالي يحمي مصر أو يحمي الأقليم الجنوبية من الفيضانات الجارفة والسد العالي يخزن الماء لأجل مصر مش لتعطيش مصر ودي كانت نفس القصة بود وكان الأخوان وقتها برضو واخدين على دماغهم يعني مرتين وورا بعد كنت مرة 56 ومرة تنظيم 65 طيب دا هيرجعني على جملة قبل الفصحة قلتها وكانت شيء رائع جدا قلت على المصري أن يفكر في الاستثمار ما يبقاش بس إنه إحنا نعمل الشهادة أو نحط الفلوس تحت البلطة علشان الزمن المسألة لازم تبقى أفضل من ذلك بس يجي السؤال هل إحنا كمجتمع بنعرف نستثمر خلي بالك برضو إحنا على رأي عادل إمام مربعنا ديله صحة بلد شهادات صحيح إحنا بلد الموظفين ناخد المرتب نصرفه على العيال ودمتم هنا طبعا أنا لازم أفرق بين أرباب المعاشات الستات الأرامل المرأة المعيلة الناس اللي هي ما عندهاش خبرة داعي يحطوا فلوسه في البنك أو تكون فيه سنديق استثمار طبع البنوك تاخد الأموال دي وتستثمرها حلو لكن شاب وناس واحد متعلم لا تبتدي تبحث نفسك عن مجال تبتدي تستثمر فيه استثمر في أي مجال في أي نشاط اقتصادي على فكرة القطاع الخاص اللي نتكلم عليه ده حتى لوحد يسوق تاكس لو أنت فاتح محل صغير أي نشاط اقتصادي بتقوم يوفر لك ربح وحاجة تتعلمها وتضيف فيها وأي نشاط اقتصادي ده طبعا هتضيف لنفسك وهتضيف للمجتمع يعني أنا كنت زيما بقول أن يعني محتاجين تكون فيه أوعية إدخارية تاخد تلمي الأموال دي بتاعت المصريين والمواطنين اللي هما ما عندهمش خبرة ويبتدوا يدخوها في أنشطة اقتصادية منتجة طبعا المفروض تقوم بالدور ده البورصة يعني هو ده دور البورصة إن هي تجمع من ده ومن ده ومن ده وتعمل بدل ما أنا مثلا معي مبلغ ما يعملش مشروع تاخد من ده ومن ده وتعمل بيه مشروع كبير ويتحول على أرض الواقع يعني ده من قول البورصة دي بوتقة بتحول الاستثمارات غير مباشرة الاستثمارات مباشرة على الأرض الواقع فدي طبعا مفروض تقوم بدورها هي ما بتقومش بدورها عشان كده دي البورصة هتقوم بهذا الدور بشكل مباشر إزاي هي في أنها خالص مجموعة من الشركات سواء إذا كانت على 30 أو 70 أو 100 في الإي جي أكس يعني في أنها خالص هي شركات موجودة ودي الأسهم بتاعتها عاوز تشتري اتفضل عاوز تبيع اتفضل هي سوق وديها للمستريح بتاع أسوان ويطلع كل اللي عنده اليوم صبح مستريح اسكندرية لأن الظاهرة دي موجودة يعني دي زاهرة موجودة مش مرتبطة بمحافظة معينة موجودة ومن الثامنينيات هل تعلم المصريين من أخطائهم لم يتعلم من أخطائهم كل بضعة سنوات بيظهر واحد وبيأخذ مبالغ ضخمة مئات الملايين وكأن المليون بيطلع بمتهى السهولة وكأن المليارد اللي هو مبلغ ضخم كأنه بيطلع من مجموعة أفراد في قرية مثلا ناقية ممتها السهولة يعني حاجة تتساؤل غريب طبعا وبيتعلمش الناس ما بتعلمش من أخطائها وكأن ما شافوش قبل كده اللي حصل في التمانينيات أو كل كم سنة بتظهر الظاهرة دي لدرجة أنا عايز أقولك يعني أن ده بتمثل طبعا خسار كبيرة للأفراد دي لأن بيبع لها أثار اجتماعية لأن لو جاء واحد مثلا طلع كل فلوسه وبحشقته وخط قرد ده بيخش دائرة الفقر على دور ثورا بيخش دائرة الفقر وبيكمل باقي حياته طبعا متعطل عن أي نشاط استثماري بيبع جزء كبير من دخله بيحاول يسد اللي عليه فبيمر بأثار نفسها سيئة طبعا وبيبع محتاج إعانة يعني بيتحول من شخص كان مفروض معه أملاك ومعه أموال ومعه مضخارات شخص محتاج إعانة عشان يقدر يخرج من الأزمة اللي هو فيها فبالتالي نحن هنا يعني محتاج يكون فيه وعي أقصر في تلك النقطة أنك أنت تكون فيه زي إعلام يوجه ويعمل نوع من أنواع طرح أفكار وطرح فرص وتدريبات مستمرة يعني الشباب في كل دول العالم والناس في كل دول العالم دورهم من هما يبتدوا يشوفوا مشاريع صغيرة متنهية الصغر مشاريع منتجة أي أن كان أي أن كان مشروع من شرط مشروع صغير تكون تعمل مصنع ولا حاجة لا أي مشروع صغير زي ما حتى قال ست الرئيس يكون فيه مواشي بتربيها وتجيب لبن وتجيب لحوم دي حاجات منتجة على فكرة جدا واللي فاهم فيها وبيشتغل فيها ويحافظ لها ربحية جيدة على الأقل يبسمك بتنتج اللي أنت بتاكله دي حاجة جيدة جدا يعني أنا أنا أكون مواطن بنتج اللي أنا باكله دي حاجة يعني في منتهى الرقي والتحضر دعم الفلاح ودعم المرابين واللي هما بيربوا المواشي بيربوا العجول وبينتجوا لحوم دي حاجة طبعا مطالبة بيها المنظمات المجتمع المدني وخلافه أن هما يشوفوا القرى الأكثر فقرا ويبتدوا يشجعوهم ويحمسوهم على النوع ده من الأفكار المنتجة ده هيساعد بشكل أو بآخر طبعا أنه يحل أزمة التضخم سلعة موادها غزائية أساسية مشكلة التضخم ده عملنا وفرة في المنتج أو بالأضق وفرة في السلعة الغزائية فهتقلل فيه الأسعار يعني معروض تبير التناسب مع الطلب تخيل معايا المليار بتعراج المستريح أسوان مليار كان يعمل كام مزرعة ولا كام راس ماشية لو استصمرهم مكبرهم مليار مبلغ ضخمة طبعا وشوف مستريح اسكندرية لو كل مستريح أو كل أموال مستريح ضقت في هذا النوع من الاستصمرات أكيد هيكون العائد بتاعها للمجتمع احنا بنفكر عائد للمجتمع لو بنشتغل بيها مش بنسرقها بالفعل تشغلها تستثمرها تتعلم فكرة جديدة لكن طول ما نقاعد الفائدة 18% حط فلوسي لأ طب هما ليه عمله دي انت بتشغل نفسك بموضع فنية بحثة حاجة ليه علاقة لو سؤالكشو في الاستثمار وعاوز تحط في الشهادة اتفضل مش عاوز تحط في الشهادة وانت رجل فهيم استثمار توكل على الله لما تحب تستثمر وتحب في الشهادة وعاوز تقعد تهيب من مشروعك الخاص اهلا وسهلا هو النسبة بترغي اه بالفعل نسبة بترغي انا عايز اشكرك جدا 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 انا دكتور كريم نورتنا وشرفتنا كموجرة العادة كل الشكر لضفنا العزيز دكتور كريم العمدة استاذ الاقتصاد الدولي كنت حب ان احنا نقعد اكتر وكده نتعرف اي حديث اقتصاد يبقى انا بقى كده سعيد احس ان انا باكل ايه حس ان انا باكل دوش مسلوق مع فتة او الله الدكتور كريم هيتحك انا دي اكلة مفضلة لما يبقى الوقت والفلوس سامحة المهم مش ده الموضوع حقيقي الحديث في الاقتصاد زي ما قال دكتور كريم العمدة هو حديث للمتخصصين نحاول عن طريق الخبراء زي دكتور كريم يبسطولنا طول الوقت للصورة علشان نقدر نفهم ايه اللي بيحصل بس في النهاية الكورة في ملعب ساعتك تحور خدسة الحلقة لحد كده لو كلينا العمر نقابلكم بكرة ان شاء الله وبرناجة برنامجيكم انا عجزت التسعة سلامات